كما بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برقية تهنئة للإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريفة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم وفي برقيته أعرب رئيس الوزراء عن تقديم أخلص الثهاني وأطيب الثمانيات لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بحلول هذا الشهر الكريم الذي اغتصه الله سبحانه وتعالى بالخير واليمني والبركات اشتركوا في القناة